اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المسلمين واسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أيضا هذا البرنامج يمكنكم الاستماع إلى إعادة من خلال تطبيق دي اتش اي ميديا دي اتش اي ميديا هي قناة هيئة الصحة التلفزيونية وهو تطبيق يوفر لكم العديد من المواضيع المهمة والشيقة وأيضا الكثير من الفيديوهات وهناك بث مباشر للعديد من الفعاليات التي تقيمها هيئة الصحة بدبي إذن كل أخبار هيئة الصحة متلفزة بتشوفونا من خلال هذا التطبيق طبعا في بداية برنامجنا خلونا نرحب بطاقم البرنامج عندنا ميرا المهيري موجودة معانا في التنسيق ميرا المري عفوا أنا دائما خربطها ما شاء الله كم ميرا عندنا في الإذاعة وايد صبحت الله بالخير ميرا المري وأيضا في الإخراج المبدع دائما النمر محمد عبده صبحت الله بالخير وهذه تحياتي محددكم حمود يوسف العلي والله ما أقول صبحت الله بالخير دكتور أنا دي الملة صباح الورد وصباح الجمال صباح الأثنين الجميل اليوم ما شاء الله الجو جميل ما شاء الله برع فيه نسبة برودة خفيفة فاستمتعوا بالجو أذكركم رقم التواصل مع برنامجكم صحة وسعادة على 6-0-5-5-1-4-1-4 ورسائل النصية على 4-0-6 وموجودين لايب على نوردبي على الإستجرام مثل ما دائما نقول سلام حني محمود اتواصلوا معنا بداية البرنامج عشان ناخذ كل أسئلتكم الطبية ونجاوب عليها بشكل كافي ووافي طيب ما نبتدي حلقتنا اليوم بهذا الخبر اللي نشر في صحيفة الإمارات اليوم يقول حالة النيابة العامة في دبي امرأة إلى محكمة الجنح بتهمة مزاولة مهنة الطب في شقتها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة وإجرائها جراحات تجميل دون حيازة المعدات الطبية المناسبة في مكان غير مجهز طبعا المتهمة كانت استقبل للراغبات في إجراء عمليات جراحات التجميل وتمارس هذه الأنشطة مستخدمة منتجات تجميل والحقن والأدوية وتم ضبطها متلبسة بعد تقاضي مبلغ ألف ومئة درهم قبل شروعها في وخز إبرة لتكبير شفاه امرأة وانتهت التحقيقات في الواقعة واستمعوا إلى شهود الإثبات وعاينوا الأدلة وتم إحالة المتهمة إلى محكمة الجنح والمخالفات بتهمتين مزاولة الطب البشري دون ترخيص وحيازة أهلات ومعدات طبية لمزاولة مهنة الطب دون ترخيص وهذه المسألة يعاقب عليها بمواد قانون مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته وأيضا أي نوع من الجراحات يعني أو القيام بموارسات طبية مخالفة لقوانين الصحة من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر ولجوء البعض إلى تلك الأماكن غير مرخصة أيضا يعرضهم للمسؤولية القانونية دكتورة هناك إدارة التنظيم الصحي عندنا تقوم حقيقة بالجهود كبيرة مع الجهات المختصة سواء في القيادة العامة للشرطة دبي أو الجهات القانونية في ضبط ومكافحة مثل هذه الممارسات هذه مسألة خطيرة جدا دكتورة لكن يبقى الأساس عندنا وين هو وعي المجتمع كيف أنت وبركز على أنت لأن أنت أكثر من أنت من أنت صحيح 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 يمكن أنت شوية يخافون في عندنا ماء أكثر لا ما يهتمون لا يعني ما يهتمون بنفس الأمور التي تركز عليها المرأة المرأة دائما تبحث عن جمال بس يعني في شقة يعني كيف واضح أن نتمارس النشاط من فترة يعني محمود يعني كيف تروحون الشقة ما عليها اسم عيادة يمكن وطلعت هاي مش مرخصة وما تعرفون شو المواد التي تحقنها في جسمكم وبعدين تستوي عندكم مضاعفات ممكن تموتون تعالى ممكن يستوي وفاة من نتيجة ردة الفعل التحسي من هالمواد محمود يعني الواحد أو ممكن يتشوه دكتورة يعني تشوه كامل بضب وفي حالات صارت عندنا بهذا المجال أن المشكلة الطب ما يقدر يعالج هذه المسألة إذا صار لا سمح الله أي تشوه أو أي مادة غير سليمة دخلت في الجسم أو في الويه أو في أي مكان في الجسم الطب ما يقدر ما يقدر يعالج بالضبط صارت تشوه في الأنسج ونفسها ما يستوي ما يقدر يعالجها وغير لو صارتكم يعني صاركم هبوط أو وقف قلبك أو استوى أي شيء في مثل هالشقق هي ما تقدر تبلغ الإسعاف بعدين هاي نقاط كلا تترتب على زيارة مثل الأماكن إلا طبعا هي غير مرخصة تخاف الإسعاف يوصل بعد يفتحون فيها تحقيق فلا تسلمون يا جماعة نستثمر دائما في صحتنا تبقوا تسوين عملية تجميلة شي راجع لكم لكن روحوا لمكان مرخص مكان تضمنون أن نسمح الله استوى لكم أي شيء أي المواد التي تحقن في وجهكم وجسمكم مواد مرخصة عشان ما تروحوا بغنية التجميل تطلعون مشوهين وانتوا قبل هذا كان شكلكم زين طيب ناخذ هذه المداخلة صبحك الله بالخير نتعرف عليك السلام عليكم السلام تفضل السلام جمال عزيزي اتصلت أنا من شهرين تقيبا كان يظهر المشتدفين أحد الأطباء من هيئة الصحة في دبي نعم بما يتعلق بمسألة التأمين الصحي نعم الأفراد فكنتوا مشكورين يعني وعطوا لي حدا يتواصل ما يتواصل ما يتأخذ هدى من هيئة الصحة وعلى اساس التابع الشكوى اللي كانت أنه شركة التأمين قال ما بتقدر تعمل لا تحليل طبعا لعائلتي ولا حتى صرف الدواء اللي بعد ستشهوه فكان جواب البكتور أو موجوداكم بالحلقة أنه فقط على الأمراض المزمنة بعد ما تواصلت معي أنه تشيخ على الموضوع وترجع لي طبعا ما أحد تواصل معي ظهرت معي مشكلة تاني بأسنات تجديد صراحة طبعا أنا بحثة جدد كان طايف تقريبا بحدود على المدة المحددة شيء تلت أيام تقريبا مع البروكر اللي هو أعمل لي تأمين أول مرة اتفاجأت أنه وطبعا كان الوعد أنه مضع في ستة شهور خلق طالما أني عامل السنة الأولى تفاجأت الآن عم بأخذ الوالدة وأخذ زوجتي لأ نفس المسألة بدي أستنى ستة شهور ليش قال لأنه أنه انت طفط عن الموعد هالثل ثلاثة أيام هدول فبترجع بتتعامل أمكاننا مشترك جديد طبعا أنا ما اللي شايف له ممطق ولا يعني يعني شيء يعني سعيح به الكلام وطبع صمعي الأخي سوفيان من الشركة التأمين نفسه هو أحد المدراء فيها وعدني هذا الكلام من تقريبا 15 أو 20 يوم أنه يجيب لي إبسابشين أو ما شابه ذلك كمان ما حضرت عليه تواصلت مع البروكر وعدني حاجتكي لو ما تمت تسريط الموضوع بشكل يكون منطبته بشكل عادل فالآن يعني أنا الآن هي تانية سنة بتتعاول مرة داخلتها دخلت ستة آلاف وهي ستة آلاف سنة الآن وما شكت أي فايدة من هالتأمين طيب وإن شاء الله ما شوف أي فايدة من وراء تعرف ليش؟ لأن يعني الفايدة من وراء إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك لا سمح الله مريض وإن شاء الله ما تحصل أي فايدة من وراء تأمين لو ما نبغي أي حد في يوم يمرض إن شاء الله عموما محمد موضوع التغطية العيادة تغطي ما تغطي هذه تكلمنا فيها مليون مرة أنا بأخذ رقمك من عند نمر وبوصيهم يتابعون الموضوع ليش ليش ما صارت المتابعة ولكن مسألة أن هذه العيادة تغطي ولا ما تغطي أنت عندك عقد في كل العيادات التي أنت المفروض توصل لها سامحني أنت محمد بس عشان أنا أوضح المسألة للجمهور وأعطيك فرصة إذا بيسمح لي نمر أني أنا أمد شوي ليل الفاصل فالقضية أن العقد هو شريعة المتعاقدين الآن التأمين وجد تأكد 100% لمصلحة عامة الناس هناك ممارسات فيه قانون واضح هذا القانون يضمن حق شركة التأمين ويضمن حق المؤمن نفسه الآن هذا هو القانون وهذا هو الوضع واضح 100% عملية أن ما تكون المسألة ماشية بشكل سريم وكذا نحن نأخذ هذه الاقتراحات نشوف وين الخلل وين هل هو تقصير من شركة التأمين هل هو تقصير أو عدم فهم من المؤمن نفسه فهذه الأمور كلها نعالج الآن إذا بتناقشني في قضية أن التأمين هل هو مفيد ولا مش مفيد لا هذا مش موضع نقاش أصلا لأنه فيه مرسوم سامي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الله يحفظه ولي عهد دبي المدير رئيس المكتب التنفيذي فهذا قرار صادر وفيه مصلحة للناس كلامك سليم كلامك سليم صحيح أنا أقول لي ما بيغطيني التأمين إلا بعد ستة شهور هاي تاني سنة طيّل هنا محمد يعني الموضوع عندي واضح تماما لشكوى مالتك أنا بنفسي روحي بتابع مع الجماعة في إدارة التمويل الصحي بقولوا من الريال هذا حولنا شكوته أكثر من مرة عليكم وبعده إلى الآن يصادف نفس المشكلة فخلنا نشوف وين الخلل وأبعدك إن شاء الله مناخذ الإجراء المناسب تسلم لي يا سيدي من كلام السيد سوفيان نفسه بشركة التأمين قالي الخطأ من البروكر بشكل واضح وصريح وبيحق لك أنك تشتكي نزيل بخبرك أنا سالفة بخبرك سالفة إن شاء الله عاد سامحنا بقول السالفة وبطلع الفاصل على السريع عشان نمر ما يزعل علينا هذا أنا مأمن سيارتي نزيل أحيانا على موضوع البروكر مأمن سيارتي وعن طريق بروكر وهذا ومو بسيارة واحدة بعد ثلاث سيارات تقريبا في بينهم سيارة الرضيعة المهم في سيارة الرضيعة عاطين وكذا وطالبين تأمين شامل سولنا ضد الغير أنتوا طالبين شامل همم سوين ضد الغير؟ أي وما أخذ فلوس تأمين شامل لما يتهادع قبرة تجعلنا بيزاتنا وكذا نعم هذا واحد أثنين سيارتي أنا يتصلون فيني مركز الشرطة في أحد إمارات الدولة والله يقولوا لي أنت مأمن سيارتي كذا 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 لكن ما دفعت التأمين ما لك قلت لهم كيف أنا دافع التأمين كامل أحيان شركة بشتكي عليك يعني؟ هي بشتكي علي أنا قلت لهم لا سامحوني أنا عندي فواتير وعندي كذا ودافع البيزات كاملة قال لا أظهر يسموني فلما تصلت في البروكر نفسه فهذه ثانية عالمها نفس البروكر قلت لي يعني ما يصير قال لا وما أدري كذا وما غلطانين وما أدري إيش قلت الحبيبي خلص الموضوع لأن هذه مساء للبروكر هذه روحة سالفة يا جماعة الخير فعشان شيء وايد اهتموا بأنكم تأخذون فواتيركم تأخذون المستندات اللي تحفظ حقوقكم في كل شيء بلاس أن الواحد لازم يطالع العقد ماله ويفهم شو في هذا العقد بعد سامحين أنا ويتسوني بقولك سالفة عن التأمين عقب الفاصل عقب الفاصل إن شاء الله بعد الفاصل ما نتواصل معكم مستمعين فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مراتون أخرون مستمعيني أكرام حياكم الله معنا في برنامج كم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على النور دبي على الإنستجرام قبل الفاصل قتبت خبرين أسالف عن التأمين أسابة البروكر كان ماخذة وراك تأمين سيارتي للعصر الزين ثاني يوم الصبح أنا شحفت سيارتي عقب التأمين متصلين فيني عقب أربع شهور والشحفة كانت بسيطة فما صلحت سيارة صلاحة على حسابي أي شحفة فيهم اللي جدام ولا اللي ورا اللي على اليم اللي عند الجامعة أي وحدة فيهم على برد كانت يا صب اليمين فرحت صلحت على حسابي لأنه شي بسيط كان عقب أربع شهور التأمين متصل فيني أن السيارة اللي شحفتها سيارتي ما كاتت مأمنها ذاكل الوقت قلت لك كيف ما كاتت مأمنها أنا اليوم اللي قبله نطرش الأوراق مع البروكر لأ البروكر ثاني يوم المغرب مودنها مدخل أوراق السيارة التأمين قلت والله كان نزخ البروكر زي ما زغتها بس؟ بس شكرا فانتبهوا إنه لما تعطونا أوراق لبروكر متى يدخل أوراقكم التأمين يعني يوم تعطونا أوراقكم للبروكر ما تشحفون حد اليوم الثاني تريو ثلاثة أيام أربعة أيام بعدين نشحف بعدين نشحف بختيانة ترى نشحف عموما أخوي بيوسف وطاقم برنامي الصحة والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احترام أخوي بيوسف ردت حليمة لعادتها القديمة وصد عمليات التجميل لا أعتقد أن العقوبة مبرادعة أرجو بتشديد العقوبة وشكرا ببرعي العقوبة بعدها ما طلعت ببرعي يعني حتى في الخبر ما ما قالوا العقوبة ما قالوا شو عقوبتها نزيل ولكن تأكد أن العقوبات رادعة ولكن هي المسألة توعية المجتمع بمخاطر هذه المسائل يا جماعة الخير ما أحد بتروح عند الدكتور أنت مبرائح السوبر ماركت ولا الدكان الدور الأرخاص نزيل يعني مسألة مسألة وايد مهمة بالضب عموما نحن ما نتكلم عن واحدة من أهم الأمور والأحداث العالمية اللي بتستضيفها إمارة دبي حيث نحن في الاستعداد لاستضافة هذا الحدث العالم المهم الممثل في مؤتمر التنظيم الصحي الثالث عشر للرابطة الدولية لمنظمات التنظيم الصحي 2018 اللي هي الأيامرة هذه المنصة تعد من المنصات الدولية لقادة الصحة وصناع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم وأيضا بالفعل بدأ الإقبال على المؤتمر بمجرد أن فتحت الهيئة باب التسجيل قبل أيام قليلة مضت لابن نتحدث عن استعدادات الهيئة للهيئة 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 الدولي المنتظر يسترنا يكون معنا في الاستوديو الأستاذة لندة عبدالله رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر يامرة 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 حياة الله يا لندة معنا في الاستوديو حياكم الله مشكورين على الاستضافة أيامرة يعني واحد ما بينسى اليامرة يعني عرفت من اليامرة وأيامرة نفس الشيء المؤتمر هذا واحد من أهم المنصات العالمية ودبيت الصظيفة فخبرينه عن هذا المؤتمر نبذى عنه تاريخ انعقادة وشوه على وجه التحديد الحقيقة المؤتمر العالمي للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي يعتبر المؤتمر العالمي الوحيد المعني بأمور التنظيم الصحي العالمي فهذه الرابطة رابطة عالمية دبي عضو فيها من حوالي سبعة أو ثمان سنوات والحمد لله مثل ما نحن نعرف دبي خطت خطوات كبيرة في مجال التنظيم الصحي وتعتبر رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وبفضل الله تعالى وبفضل التوجيهات المستمرة معالي حمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة نحن نعمل دائما لتطوير نفسنا وأن نكون دائما سباقين في مجال التنظيم الصحي فلم يكن غريبا أن نحن نكون ضمن الهيئات التي قدمت على استضافة هذا الحدث الكبير في عام 2015 وفزنا الحقيقة كدبي وكان هناك كريتيريا كثيرة يعني لا استضافة هذا المكان من ضمنها تطور المنظومة الصحية في المكان اللي بي يستضيفون فيها المكان وكان الحمد لله من نصيبنا ويعتبر هذا المؤتمر الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لأنه الرابطة لم تعقد أي فعاليات خارج منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية وستراليا الحمد لله المؤتمر بيكون بإذن الله تعالى في مركز دبي التجاري العالمي وشرفنا أيضا برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حفظه الله نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هائد الصحة بدبي لهذا المؤتمر ولي أعماله بإذن الله تعالى وبيكون من تاريخ ستة لين تسعة أكتوبر 2018 إن شاء الله بالحياة أستاذة لنده شو همية هالمؤتمر وش كثيرا قدر يعزز استراتيجية الهيئة بخصوص السياحة العلاجية يعني هي الفكرة أن وجود مثل هذه المؤتمرات أكيد تساهم في التخطيط أو تدعم خطط السياحة العلاجية نعم لا شك أن من أقوى النقاط التي قدمتها دبي في مجال السياحة العلاجية هو قوة التنظيم الصحي والتشريعات النظمة القوية في دبي التي تؤمن جودة الخدمات الصحية كذلك جودة المؤسسات الصحية التي تخدم المرضى وبالتالي تقديم ما نسميه بالتجربة المميزة لأسائح الصحي القادم إلى الإمارة فبالتالي وجود هذا المنبر لتبادل الخبرات ما بين المتحدثين الدوليين المتخصصين في مجال التنظيم الصحي بما سيعقد من سواء ورشات عمل أو محاضرات أو حلقات نقاش الحقيقة قيمة جدا إن شاء الله ستكون سيتم فيها استعراض آخر التطورات في مجال التنظيم الصحي سواء للأفراد أو للمهنيين والمنشآت وعرض تجربة دبي المميزة أيضا في هذا المجال ومكانتها الإقليمية والدولية في مجال التشريعات الصحية وتعزيز أنشطتها من خلال استكشاف مجالات جديدة أيضا للتنظيم الصحي طبعا لا يخفى أن هذا المؤتمر استضاف تتأكد على انفتاح إمارة دبي ومكانتها الرائدة في مجال الرعاية الصحية وتطوير الخدمات التي نسعى إليه دائما سواء في هيئة الصحة في دبي أو من خلال مواكبتنا لهذه التطورات العالمية بإعطاءها أيضا صورة مشرقة للقطاع الصحي الخاص الموجود في الإمارة فالحمد لله نحن اليوم يعني ما نقول أن هناك قطاع يعني يعني بخلف القطاع الثاني للحكومي والخاص الحمد لله يعملون جنبا إلى جنب لتطوير المنظومة ولتطوير الخدمات الصحية وأيضا هذا المؤتمر لأن شعارة هو تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية يأتي أيضا من الروح الموجودة في إمارة دبي اللي يعني شيخنا الله يحفظهم دائما يشجعوننا عليها لهو موضوع الابتكار وأيضا الابتكار لا يأتي بدون الدليل العلمي فنحن هذا الشيء نأكد عليه وإن شاء الله بتكون محاور المؤتمر تتمحور حول هذا الفيلم العالمي جميل الفكرة وايد مهمة أن يكون هناك تشريعات دكتورة قوية وهناك جهة تقوم بالتشريع وأيضا مراقبة القطاع نفسه للوصول إلى الأمن الصحي من جهة أثنين مشاركة القطاع الخاص في تنظيم العملية الصحية كذلك لأنهم مش بس مستفيدين أو أن التنظيم الصحي مثل السيف المسلط على راسهم لا هي عملية تكاملية ما بين الكل صحيح فوجود مثل هذا المؤتمر أكيد رح يكون منبر جميل للاستفادة مثل ما ذكرت أستاذ لندو لكن هنا نبغي نسأل عن مستوى الحضور المشاركات هل تكون في شركات عالمية عارضة في هذا المؤتمر في معرض مصاحب أصلا للمؤتمر محمود المؤتمر مثل ما تعرفون المؤتمر تخصصي فبيكون الحضور كان في أستراليا قبل سنتين يوم حضرنا كان حوالي خمسمائة مشارك فإحنا التوقعات أن دبي كالعادة ستكون الأولى حتى في الرقم يعني فالتوقعات صدق فتحنا باب التسجيل فقط من ستة أو سبعة أيام وعدنا اليوم تسجيل ممتاز يعني الصراحة قبل سبع شهور من بداية مؤتمرها أول مرة نشوف تسجيل بهذه الطريقة ومن العالم يعني كم وصلت عد المسجلين والله حاليا حوالي الأمية في خلال كم يوم ممتاز وكيف يسجلون تسجيل عن طريقة موقعنا اللي هو www.ayamra2018.com ايامرا الاسبيلينج ما لها بيكون www.ayamra2018.com لا ايامرا 2018 2018 2018 يعني 2018 2018 ويا رأيت يتفاعلون معينا بعد عن طريق الهاشتاغ ايامرا 2018 عدد كبير تكامل كابسيتي أو العدد اللي تطمحوا من خلال والله احنا توقعنا محمود يعني بيكون بين 800 ألف احد مال يوم بالفضور بيكون وايد كبير جميل جميل لما التسجيل هذا يعني ايحد يقدر تحسين ممكن يسجل ويروح المؤتمر ولازم يكون ناس متخصصة والله يا دكتورة السؤال جميل الحقيقة ان المؤتمر ومواضيع تهم الكل فنحنا نقول هي بيكون النسبة الكبيرة من التسجيل بيكون اشخاص متخصصين سواء من الاطباء افراد مهنيين الى اخر لانه يهم الجميع يعني انا بسرد لكم بعد شوية المواضيع اللي بيتطرق لها المؤتمر تحس انه يهم الكل حتى المستثمرين يهمهم لاصحاب المنشآت الصحية او الاشخاص اللي عندهم رغبة في اقامة منشآت صحية بعد في هذا المجال بيحسون السياحة العلاجية المهتمين بها تحسون بعد ممكن انهم ييون لانه واضي يعطي ثقة للمستثمر وللقائم على العمل في المنشآة الصحية انه يه مثل هذه المؤتمرات طيب ناخذ المحاور على عجالة المحاور بتكون ان شاء الله هي اربع محاور رئيسة المحاور الاول هو نماذج التنظيم المبتكرة بنتكلم فيه عن آليات التنظيم الصحي الجديد التنظيم القائم على الاختصاص وهو شي دبي تركز عليه جدا التنظيم القائم هي رائدة في هذا المجال الحقيقة المحاور الثاني هو القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية وسنتكلم عن التنظيم الصحي العالمي الصحة وأوضاع الأطباء حتى من الناحية النفسية التغيير في ذقافة الممارسات الطبية مثل التزام بساعات العمل أثر التنظيم على أوضاع الأطباء المارسين للمهنة دعنا نتكلم في هذا الموضوع وأيضا توافر اللياقة الطبية المناسبة الموضوع الثالث هو الممارسات الآمنة والجودة بنتكلم عن كيفية الوصول الرعاية الصحية الآمنة من خلال تطبيق نظام صحي فعال في الدول استمرارية الكفاءات وإعادة التحقق من مهارات الممارسة وهذا شيء مهم هناك دول متقدمة عندنا في هذا المجال نستفيد من خبرتهم ونحن عندنا تقدم في هذا المجال بعد في المنطقة فبنعطي خبرتنا تحديد الأداء والممارسات المهنية غير المقبولة وكيفية تطويرها التنظيمات الخاصة بممارسات الطبية غير التقليدية وهذا شيء دبي تعتبر رائدة فيه أما الموضوع الرابع هو التعليم الطبي وبنتكلم عن الاحترافية في الممارسات الطبية والكفاءة الأولية وكيفية الحصول على هالكفاءات جميل مؤتمر التنظيم الصحي الثالث عشر للرابط الدولي لمنظمات التنظيم الصحي الفين وثمانطعش نحن شاكرين لك هذه المداخلة ومناختش إن شاء الله في المستقبل القريب في تفاصيل أكثر ومنعيدا نذكر الناس بعملية التسجيل في هذا المؤتمر شاكرين لك هذا التواجد وكل التوفيق إن شاء الله نشكري رح نطلع إن شاء الله فاصل بعد الفاصل لدينا موضوع مهم فابقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة نذكركم برقام التواصل على 600551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام تولي هيئة الصحة بدبي قسم الفهم والأسنان اهتماما خاصا وقد حرصت الهيئة على تسريع خطوات توظيف تقنية الطباعة الثراثية الأبعاد في هذا التخصص على وجه التحديد إلى جانب تخصصات أخرى تعمل عليها وحققت الهيئة نجاحا مهما في ذلك يضاف إلى نجاحات كثيرة أخرى لكن اليوم سيكون حديثنا عن صحة الفهم والأسنان والمشكلات تواجه الأفراد في مراحل مختلفة من أعمارهم وكيف تستوعب الهيئة في مراكز الرعاية الأولية المتعاملين الذين يقبلون على هذا نوع من الخدمات التي تقدمها صحة دبي بجودة عالية ومهارة طبية فائقة طيب دكتورة أنا عايبني أنت أنت ما شاء الله تتكلمين باللغة العربية في الصحة بس شو اللي تبغين تقولينه؟ أقول أن صحة الفم والأسنان مهمة طيب نحن نحن نتكلم عن هذا الموضوع معانا في الستوديو دكتورة ريم كالداري اختصاصي طب الفم والأسنان في هاية الصحة بدبي صبح تشال الله بالخير صبحك الله بالنور يا محمود وصبحكم الله بالخير كلكم حيات الله يحييت الأول سؤال دائما هي على موضوع الأسنان المواعيد معانا يعني حتى حتى النمر هو يقول لي معانا هناك الكثير من الحلول اللي وضعت على مسألة تنظيم المواعيد عندنا في الهيئة لدرجة أن لغينا مسألة المواعيد إلا للعمليات والتخصصات الجراحية الكبيرة في الفم والأسنان لكن اليوم نحن موضوعنا دكتورة أنت مثل ما ذكرت ما نتكلم عن 3D وما نتكلم عن علاجات العصر نعم فخلينا أول شي نبتدي شو هو علاج العصب يعني ويدين يعني يسلون صح شو يعني علاج العصب بس يخافون منه من تقولوا علاج عصب يخافون بس شو الفكرة بالضبط مفاهميني شو فكرته نزين خليني أول شي قبل أن نبدأ بعلاج العصب خلنا أشرح شو هو الضرس أصلا من شو يتكون وبعدين ممكن نكمل على رحلة علاج العصب في الأول الضرس يحتوي على جزعين الجزء الظاهر أو هو الجزء العلوي اللي يسمى بالتاج أو الكراون بالإنجليش هذا الجزء الناس تشوفه في حلجها الجزء الثاني يكون الجزء المتخبي أو السفلي الأخطر الأخطر يكون اسمه الجذر مزين الضرس يتكون من ثلاث طبقات الطبقة الأولى اللي هي اسمها طبقة المينة هاي الطبقة تكون أقوى من العظم الإنسان أقوى طبقة في جسم الإنسان نعم بعدها تي طبقة العاج طبقة العاج تكون تحت طبقة المينة ومن ثم طبقة العصب اللي هي ما تسمى باللب بالأسنان مزين علاج العصب وين فحلما قلتها بالعصب في الجذر في الجذر نفسه في الجذور نفسها هي حتى هنا بعد أنت سبحان الله في تحتهي الموضوع الطبقة المينة عحينا اللي يسوون هاي الابتسامات الابتسامة هوليوود هوليوود ولا حيصرت حتى مالبوليوود عموما شفنا انتشار كبير لهذه الابتسامة دكتورة في ناس يشيلون طبقة المينة عشان يسوون هذه الابتسامة شو رايج طبعا إذا الضرس سليم ما في أي شيء ليش نشيل هاي الطبقة اللي أورادي موجودة عشان تحافظ على حساسية الضرس من أي أخطار ثانية جانبية سكريات حلويات أشياء باردة هذا ممكن يسبب آلام في العصب إذا شالوا الوضع خلينا نتكلم عن علاج العصب خلنا نشرح عن علاج العصب علاج العصب هو علاج يكون باستقصال العصب اللي في داخل الضرس وبعدين نحن نكون نقوم بتنظيف القنوات هذه التي تحتوي على العصب الملتهب ومن ثم يعوض هذا الفراغ بحشوة جذور دائمة تتلائم مع جسم الإنسان عشان تكون بينها وبين العظم والأشياء الخارجية كسد يمنع الجراثيم من التكاثر ويمنع الالتهابات المستقبلية في الحدوث إنزين يعني لما نقول إحنا الناس لما تقول علاج العصب معناه يقولك يسحب العصب ويتم الضرس ما فيه أعصاب هاي فكرة خاطئة طبعا تكون عند الناس لا طبعا أكيد يعني العصب وجود العصب شيء مهم عند الناس لأنه يحسون بالحساسية بالبرودة يعني كأنه يعطي الإنسان إشارة يخبره إنه فيه شيء غلط في الضرس بس بما إنه نحن سحبنا العصب إحنا نسحبه أكيد للسبب يعني مو بإنه نسحبه بدون سبب يكون مثلا فيه تسوس واصل للعصب لما يوصل للعصب هني خلاص العصب يكون ملتهب فنحن لازم نشيل العصب هذا على أساس يكون الضرس خالي من الآلام في نفس الوقت نقدر نستفيد من عملية الضرس في الفم صحي إذا شو سبب التهاب العصب سبب الالتهابات هذه تكون أغلبها عدم التفريش أو البكتيريا اللي تتكون أو الجراثيم تتكون على الضرس لفترة طويلة هذه البكتيريا تسبب مثل أسيد هذا الأسيد يذوب حمض الأسيد يذوب طبقة المينة اللي تكون موجودة في الضرس مثل ما شرحت قبل شوي وبعدين الجراثيم هاي تتسرب إلى داخل الضرس تدريجيا وتبدأ تأكل الضرس في هاي المرحلة في بداية التأكل يكون المريض يحس بحساسية إلى الحار والبارد أو السكريات هني الألم يكون يخفف بالمسكنات فالمريض عادة ما يروح عند طبيب الأسنان يروح بس ياخذ المسكنات صح ويقول الألم راح خلاص وما يراجعنا يخاف منكم يخاف منه يقول هني أظنى سليمان يقول كم تطول مدة الجلسة لعملية علاج العصب؟ يعتمد على أول شيء أي ضرس إذا كان ضرس أمامي أو ضرس خلفي لأنه يختلف في عدد الجذور تقريبا معدل نحن عادة نحط المعدل ساعة ساعة لما نطرش المريض حق الأشعة نتأكد من طول الجذور نشرح أنا أحب يعني نحن عادة نشرح حق المريض أنه شو سبب هاي الجلسات كلها عشان ما يكون ياي بس يخفف الألم وبعدين يروح وما يرجع هناك ناس تتعب يمكن من قاعدة على الكرسي تقول لك دكتوري خلي الجلسة الثانية يستوي ممكن يستوي وشو تكون آثار ممكن تترتب عليه نتائج سلبية ممكن أنه ما يكمل الجلسة أو أهملها ما يرجع مرة ثانية عدم استكمال جلسات العصب يؤدي إلى حدوث التهابات لا يشعر بها المريض إلا في مراحل متأخرة لأن العصب يكون خلاص مسحوب فالمريض ما يحس كم كثر البكتيريا أو الجراثيم هاي اللي يالسة تأكل الضرس هذا يتشكو من ضرورك مشكلة ما في وقت الظاهر عند محمود مشكلة أنه مشكلة في العصب لواحد من الأسنان كذا مرة أشيل هذا ها أنت عندك أن يعلاج عصب ممحصل وقته مر دكتور ممحصل محمود ولا خايف من طبيب الأسنان كله ويا بحث أثنيناته مع بعض إذا أنت العصب عندك انسحب خلاص طب تحس بألم وما في ألم ما في ألم ما في خوف بعد نزيل فكر أنا خوف يعني ما في خوف نزيل هنا دكتور قاعد يقول من أفضل أطباء الأسنان في عائد الصحة دكتور رييم شكرا لك نزيل شكرا لكم نزيل 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 أنت قلت لواحد أهمل متابعة علاج الأسنان ممكن أن البكتيريا تنمو داخل السن والإنسان ما يحس فيها نعم وركزتي أن واحد من الأسباب هو عدم تفريش الأسنان فشو الطريقة الصحيحة نفرش أسنان عشان البكتيريا ما تنمو على الأسنان وبالتالي ما نضطر لعلاج العصب هو النصائح اللي أنا ممكن أعطيها للمريض أن أولا يراجع طبيب الأسنان بشكل دوري على الأقل مرتين في السنة جميل على أساس إذا إحنا شفنا في تسوس بداي أو بداية تسوس ممكن أن يتعالج بحشوة عادية من غير ما نوصل لعلاج العصب صحيح النصيحة الثانية أنه يفرش بمعجون يتكون فيه فلورايد محتوياته فيها فلورايد على الأقل مرتين في اليوم جميل وبعد استخدام لا ننسى استخدام الخيط مرة واحدة على الأقل في اليوم جميل لأن الخيط مهم جدا والله الخيط هذا وايد مهم مهم جدا معنا موزعج شوي بس مهم مهم شو موضوع القناتين هذي فيه قناة كاذبة وقناة العصب وشي من هذا النوع يعني نبغي نفهم هذا الموضوع شو بالضبط وحل إذا كان يعني العلاج ماشي في القناة الكاذبة ممكن أن يأثر على صحة الفم بشكل عام أو اللثة بالتحديد أنا صراحة أول مرة أسمع عن القناة الكاذبة هذي مالتك بس هو شوف فيه أسنان تتكون من جذر واحد أنت سمعت عنها هاي القناة الكاذبة؟ لا في السن يمكن لها مصطلح طبي بس بالعربي سمونا قناة كاذبة نظري قلت لي فيه أسنان فيها جذر واحد فيه أسنان الأمامية خاصة تكون تتكون من جذر واحد الجذر هذا يكون فيه قنوات جذرين تتكون يا أما واحد أو ثنتين في هذه الجذور فيه قنوات التي تتكون فيها العصب إذا نحن المفروض في الخطوة الأولى أن نسحب العصب نشوف كم قناة موجودة في الدرس ممتاز في حالات الدكاترا مثلا غير أخصائيين ما يعرفون أنه فيه من الممكن أن يكون فيه قناة زيادة في هذا الدرس هذه القناة الكاذبة المفروض أن نتأكد أنه كم قناة موجودة في هذا الدرس فيه معتاد وفيه خارج عن المعتاد ليس بكل درس نفس الدرس الذي عداله فكل درس له شكله الخاص له قنواته عدد قنواته الخاصة فنحن نشوف كم قناة موجودة أولاً بعدين ننظف ونكبر ونحشي هذه القنوات زين أحيان عرفت شو القناة الكاذبة؟ أحيان عرفنا يقول ببرعي ومستمعنا دائم يقول مفتك من غسيل الأسنان أصرت سلطة وفوهكة وخضروات لازم لا ما يستوي كيف لازم تنظف الأسنان لا لا لأنه في بعض الأطباء ينصحون المريض يقول لك إذا أنت بتكاسل تفرش أسنانك أكل تفاحة بمعنى الأسد اللي فيها يساعة تنظيف الأسنان ما دي شو صحة هالفكرة؟ هاي الفكرة الظاهر يعيبينها من دكتر أن أبل أدي كيب ستدى دكتر أوي وهاي الشي غلط يعني صح بالضبط تفاحة في اليوم تبقي الطبيبة بعيداً يعني تقيك الأمراض كل يوم هي ويقول حتى الأسنان إلا الأسنان إلا الأسنان لا يزم التفرش عشان تيمن السنة عندنا استخدام السواك يعني حتى رسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني لولا يشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك قبل كل صلاة صحيح فصحة الفم وايد مهمة لهذه الدرجة تعطي يا محمود تعطي انطباع أن الشخص هذا كيف هل هو يعني مهتم في شكله مهتم في مظهره الخارجي حتى وكثير من الأمراض تبتدي من الفم البكتيري الموجودة في الفم تدخل على الجهاز الهاضمية تدخل على الدم وتسيوا ويد مشاكل وفي ناس غافلة عن أهمية البكتيري التي تكون موجودة عندنا في الفم وهمية نظافة الفم صح دكتورة والاتمام فيها دكتورة ريم في بعض المرضى لم ييوم ألف الأسنان يقول العيادة طبعا مثل ما ذكرتي يخافوا يروحون طبيب الأسنان يقول دكتورة عطيني مسكن وبحط زيت قرنفل وخلص ما بسعى الدكتورة الأسنان شو رأيج بالتقنية هاي التقنية يعني تخفف الآلام ممكن ولكن في حال عدم مراجعة المريض الطبيب احتمال هاي البكتيريا والتسويسات هاي يعني أكيد القرنفل والمسكنات ما تخوز البكتيريا والجراثيم الموجودة على الدرس أو في داخل الدرس هني فيه تقول وايد مثلا مهمة دكتورة الطفل التي عمرها تسع شهور وعندها رائحة كريهة في الفم تسع شهور وعندها رائحة كريهة هذا أنا بغي تكلم بعد على التسوس عند الأطفال دكتورة تسوس عند الأطفال هاي مصيبة هاي لأنه يرقدون والمرضعة في حلج الياهل يخلون الياهل يرقد والمرضعة في حلجة فيسبب تسوسات في الأسنان كلها والأطفال يكونون عرضا للتسوس أسرع معنا الكبار أنزين في بعض الأطفال أسنانهم اللبنية هذي تسوس هذي ممكن إذا طاح السن وطلع مرة ثانية وهذا ممكن أن يأثر على السن الجديد ممكن يأثر إذا تسوس الأسنان اللبنية وصلت لنا العصب يسبب التهابات في العظم هذه التهابات اللي في العظم هاي توصل لنا الضرس الدائم اللي بعدها ما تكون وما طلع على الفم يعني في الفن بالضبط صحيح من دائما نشدد على هالنقطة لا تهملوا الأسنان اللبنية إنها بتطيح يتأثر على السن اللي بيطلع بعدين جميل ماذا بعد علاج العصب؟ شو يعني بعماس سحب العصب؟ سحب العصب هي فيها مراحل المرحلة الأولى تكون لإزالة التسوس ونخفف من الآلام للمريض المرحلة الثانية أو الجلسة الثانية تكون في تنظيف القنوات بعمق وتوسعتها عشان تكون جاهزة في استقبال الحشوة الدائمة مثل ما قلنا الحشوة الدائمة تكون كأنها سد لسد الفراغ اللي قد تتجمع فيه البكتيريا والجراثيم التي تسبب تآكل في الضرس من بعد هاي المرحلة نحط من فوق الضرس اللي هو فوق التاج هذي حشوة دائمة على حسب كم متبقي من الضرس نفسه كم سيرفس هل إذا كان تسوس حفرة صغيرة غير عن لما يكون حفرة كبيرة إذا كانت حفرة صغيرة ممكن نحط فيها حشوة دائمة تجميلية وانتهينا ويتم تلبيس الضرس؟ إذا كان الضرس متكسر وايد ومم تبقي منه أكثر عن جهة واحدة يفضل تركيب التلبيسة أو التاج على هذا الضرس عشان ما يتكسر في المستقبل وايد فلوس أحسنتين قلهم فرشوا أسنانكم أرخصي فرشوا أسنانكم أرخصي تمام صحة الأسنان عشان ما يحتاجون أي عمليات في وانتهي نخلص والله يبالي أسناني كلها خلص دكتوراني دكتوراني موعد على طول نحن نسوي مقابلة أي سن أحسن لوضع تقويم الأسنان علما بأن بنتي عمرها 13 سنة وأسنانها غير مستوية ويسبب لها حراج في المدرسة عادي كلنا ضروسنا كانوا لا الآن البنات محمود غير حتى الأولاد يبون مظهرهم حلو من عمر 9 سنوات تلاقي الأمات يون العيادة عشان الحبوب عشان الأسنان بالأسنان شي صحي بس الآن على سؤالي يقول أن أسنان غير مستوية أي سن أفضل من أي عمر ما في عمر محدد يعني هو أول ما أصلا أول ما الطفل يكون تطلع في فما الأسنان ممكن أن يراجع الطبيب وأحنا بنشوف على حسب الحالة ممكن نحولها على التقويم هل علاج العصب مكلف؟ علاج العصب نحن بالنسبة لنا في هذه الصحة بدبي يعني هي خدمات مقدمة للمواطنين مجانا إلا بعض الخدمات اللي فيها تكاليف عالية يعني بأسعار رمزية موجودة كذلك وأسعار أفضل من السوق الدكتورة عندها ثلاثة سن وليس عندها تسوس بعد مراجعة الدكتورة أعتقد عندها ثلاث أسنان بنتها وما عندها تسوس لازم تراجع الدكتورة إذا ما عندها تسوسات يقولوا لها يعني ممكن أن تستعمل مضمضات أو تنظيف دوري وإذا أبدا أبدا ما في شيء تراجع يعني الطبيب المختص ممكن يكون في شيء في الماديكل أنت أول مرة ما شاء الله تطلعي معنا في البرنامج وأكيد مش آخر مرة لأن ما شاء الله في وايد جمهور ووايد أسنة مشجعينة وايد ما شاء الله دكتورة عموما دكتورة ريم كالداري خصصاصي طب الأسنان في هيئة الصحة في دبي كنا نتكلم معاك عن الإمكانيات الخاصة بعلاج وجراحة الفم والأسنان ليش مستعيدة دكتورة بعد ما ختمنا لا بس أهم شيء يشل قلمي أي شيء ثاني عادي أوكي ممتاز عموما شكري شكرا لكم متابعتكم مستمعين شكرا لك ميرا المري مشكورة ما قصرتي أيضا نمرو محمد عبده وشكرا لك دكتورة ندل ملة شكرا لكم ليش حواجب تترفعينها الله ردي يلا لأن نلقاكم إن شاء الله بالغد نقول لكم دمتم صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي نبدو